اشتركوا في القناة ديبي خلال معارك مع جماعات ارهابية مسلحة دخلت الى تشاد عبر الحدود الليبية محمد ديبي قال ان بلاده تؤيد مبادرة اعادة احياء الاتفاق الرباعي بين البلدان الاربع مؤكدا ان بلاده ملتزمة بقوة في اداء دورها لمساعدة الشعب الليبي وفي المقابل فان تشاد تأمل ان لا يزعزع المرتزق الموجودون بليبيا استقرار الدول المجاورة لها بالمقابل قال موسى الكوني بحسب بيان للرئاسة تشادية ان القوات الليبية تخوض الان قتالا لا هوادى فيه ضد هذه المجموعات من المرتزق المسلحين وكان محمد ادريس ديبي قد كثف مؤخرا من مبادرات الانفتاح على الجماعات المسلحة الارهابية ودع الى المشاركة في الحوار الوطني الشامل المفترض ان يجمع كل الشعب التشادي لتشكيل دولة يسودها السلام يشار الى ان الدول الاربع كانت قد وقعت في عام 2018 اتفاقي التعاون امني لمكافحة الارهاب والاتجار بالبشر الا ان الاتفاق لم يمنع تمركز قوات شبه عسكرية في جنوب ليبيا اضافة الى تقدم ارهابيين اكثر من مرة باتجاه العاصمة نجا مينا